المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون حجزت ما مجموعه 5.8 أطنان من مخدر الشيرة يندرج في إطار مكافحة جرائم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية هذه العملية مكنت من توقف 14 شخصاً من بينهم شخص موريطاني وآخر من جنسية سينيغالية تأتي في سياق الاستراتيجية الأمنية الشاملة ذات البعد الاستباق التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لرصد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وأكد ولي أملعيون حسن أبو الذهب أن الأمر يتعلق على الخصوص بقطع طريق أمام هذه الشبكات الإجرامية ذات الارتباطات الخارجية والتي تنشط بشكل موازن في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وأشر إلى أن هذه العمليات النوعية تعد ثمرة مجهودات ما فتئت المديرية العامة للأمن الوطني تبذلها من أجل القضاء على كافة أشكال الجريمة المنظمة والاتجار الدولي في المخدرات فضلا عن رصد وكشف خيوط وامتدادات هذه الشبكات الإجرامية وقد تم إخداع المشبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه شبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والإقليمي وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وكل صور الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية